من نوارنا ومشرفنا دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية إزايك يا دكتور؟ إزاي حركة أسر أه برك إيه؟ الحمد لله كله تمام إزاي حضرتك الحمد لله بما إنك بقى استشاري علاقات أسرية واجتماعية تقولي بقى العيلة دي في المجتمع إيه؟ يعني مش عارف تسأل هم قد إيه؟ هم جم منين؟ دول نتاج إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ عايز تسأل كل حاجة في الدنيا ما هي العيلة دي متواجد منها كثير في المجتمع وكل حالة بنعرضها وكل حالة حركة بتعرضيها هي بتبقى نموذج للحالات اللي وصلت ولكن في حالات تانية ما وصلتش أو ما اتكلمتش أو ما بعتتش ولكن هي نموذج وبيمثل عدد كبير جدا من المجتمع كل حاجة بقى لحسب الفئات ممكن واحد يكون مخل في العدد الكبير ده كله من زوجة واحدة ممكن يكون واحد متعدد الزيجاج زي الأب ومروة اللي عندنا هنا دلوقتي في القصة وهي ما افصحتش يا لهم اتجوز مثلا الأربعة ولا بيقعد يطلق ويتجوز ويطلق ويتجوز عدد زيجاج مثلا لها حصر لها أو عدد كبير جدا ولكن هي موجودة ثم ينجب هؤلاء الأبناء أو ينجب هؤلاء الأبناء ثم بعد كده يبدأ بقى ايه معهوش فلوس يصرف عليهم فيروح يشغلهم وهم عشان هم اللي يجيبوا له الفلوس باليومية في الأرد واليومية ويجيبوا له فلوس أكل وشرب فقط حتى بيجيبوا له فلوس الكيف بتاعه كمان علشان يعرف يعيش ثم فجأة يموت أو يمرض فيسيب وراء هؤلاء الأطفال دون تربية هو احنا خدنا الموروز ده منين انه العيل بيجي برزقه انه العيالة عزوة الكتير انه خلف يا عمه وان شاء الله يعني ربنا بقى هيرضيك بيه اكيد طبعا ده يعني احنا ميقولش حاجة في أرزاق ربنا عز وجل ولكن في عندنا عقل وانا عقل ولما بنيجي نتكلم حتى مع المتخصصين من الشيوخ ومن الأمور الدينية بيتكلموا في المؤسسات الدينية محدش بيقول خلف اللي انت عايزه ابدا ما يقولك العيل بيجي برزقه بقى واحد ولا اتنين عشان حرام تنزله وهو بقى خلاص فيه النبض وفيه الروح فبنقول خلاص خليه وان شاء الله يجي برزقه بس هل يعقل نحنا نقول لراجل بيجيب بالعشر والخمستاشر والعشرين عيل نقوله العيل بيجي برزقه لا اما انا كمان عندي عقل انا المهاردة معايا مثلا 1000 جنيه بيقضوني انا وزوجتي روح تجايب ايه ولد فخلاص ازوجني انا وزوجتي والولد لا اروح جايب طفل تاني اصبحنا خلاص كفاية بقى توقف لا اجيب 3 او 4 وهوما 1000 جنيه من اللي زرع جوانا الفكر ده يعني حتى تلاقي في الارياف الفكر ده موجود لك العيل الكتير عايزوا كده احنا نعرف من اللي الزرع مش هنعرفها ولكن نعرف ان ده موروث فعلا متواجد الحرك قلتيه ده بتاعة العيل بيجي برزقه وخلفه ومش عارف ايه وهم العيل بيشتغلوا وهم العيل اللي بيشيلوا وهم العيل اللي بيشيلوك وهم العيل اللي هيبقوا معاك بعد كده فنقعد ننجب هذه الزجات الكتيرة يعني ده مش في قصدي نوع يبقى في حقبة زمنية معينة كانوا بيعملوا كده انحنا نفهم ده مين الاصر علينا تخاصيل ده اه ممكن في الحقبة الزمنية القديمة ده من الفترة اللي احنا عايشينها ثم تورسها الاجيال زي ما اي حد بيطلع يلاقي ابو بيعمل حاجة فهو بيعملها زي وهو تربى في مثل هذه البيئة خلي بقى لحضرتك يا سيد سيد في حاجة عندنا اسمها المفهوم الزاتي يعني ايه المفهوم الزاتي يعني انا مفهومي عن الاشياء بيبقى ليه مفهوم خاص بي انا عن هذه الاشياء ممكن يمثلوا عدد كتير من الناس ولكن هو في الاخر مفهوم معين ببقى مستغرب قوي لو حد بيقول كلام متناخد اقول له انت ذاتي كلم كده مع انه ممكن يكون هو اللي بيكلم صح مع انه ممكن يكون رأي وهو الاسوب يعني ما احترامي انه الجهل مع عمره ما هيتعلم ما بيحبش يتعلم ومتمسك برأيي ومعرفش جوا مني طب انت استنادا على ايه انت جبتوا من ايه استنادا على بيئة امي قالتلي كده وإحنا بنناقل الروس والله انت اسمع حاجات كده طبعا تربية او بيئة هو ده اتسند منها اتكون منها مفهوم الزاتي عن الحب عن الزواج عن الخلفة عن الفلوس عن اي حاجة في اصبح هذا مفهوم هيبقى مستغرب قوي لو حد بيعرضوا في هذا المفهوم قد يكون مفهومه ده اتفق الاغلبية انه هو خطأ وما زال هو متمسك بي فده مفهوم زاتي مفاهيم زاتية ازاي بقى الستات دول سعدوا على كده يمكن يكون مثلا نتجوز اربع خمس ستات دول سيكولوجيتهم هنرجع لمفهومهم الزاتي الخنوع اللي هم شافوه في بيوت اهليهم ان انا افضل قاعدة هو جوزي بيجوزني يبقى هرب من بيت عشان اروح بيت تاني على انه هو ده اللي هينقذني بلاقي نفسي دخلت في مأساة اكبر ثم تفضل عيشة نفس العيشة السيئة ويطلع بعد كده الاولاد اللي حداك ذكرت اللي هم اخوات مروة ده مروة بالنسبة لهم هي الاستثناء يمكن هي اختها هم برضو متورسين نفس الفكر فين الفئة دي بقى بتفضل قاعدة في البيت ومرتك تصرف عليك وانت بتشرب الفئة دي موجود منها كتير موجودة كتير في المجتمع طبعا ما بيكسفش على دمه يعني ده ايه ده كده راجل ده ايه ما بيكسفش لا بالعكس هي اللي بتنزل تشتري وهي يعني فأصبح متورس هذا ما نقول للمرأة المعيلة نقول للمرأة اللي بتنفقها على بيت ده كبير جدا من الازواج لو هو عيان او عنده عيب خلقي او في مشكلة ماشي ما عندراش مشاكل ناية تبقى معيلة بالعكس ده انت تبقي جدعى وست الناس يعني بس لما يبقى هو كده قاعد بيصرف على ملازاته طبعا وعايز اقول لحركة ان هو ممكن يكون لو نزل شغل هيجيب اكتر من اللي هي ممكن تجيب ومن شغلها ممكن يكون على فكرة موظف معينة في مكان معين بيفضل قاعد في البيت بحيث ان هو بتخصم منه وبيعمل ويفضل نايم فبالتالي لما تيجي تقول لك ده لو نزل الشغلة هيجيب اكتر منها لكن ما بينزلش بسبب هي اللي تنزل وهي اللي تشتغل وهي اللي تشأل فالاخر هو ياخد المصر ولو ما جابتوش تضرب ولو جابت اقل يتخلق معاها ولما جابتوش الحاجة اللي هو عايزها يحصل بينهم من بعض المشكلات كبيرة جدا والمرأة خانعة وتقول لك انا مش هقدر واهلها بيقول لما فيه غالبا بصها اقول لحركة الحاجة مفيش اهل يعني المرأة برضو بهذا الشكل بتلاقي هي اهلها اساسا ضعفة يا اما مش موجودين على قيد الحياة يا اما مش وقفين جنبها يا اما مسدقوا خلاصوا منها فبالتالي هي كمان بتكمل حياتها وهكذا ودي يعني انا بسميها ان هي مش عيشة طب اب ازاي ده يا دكتور انت رأيك ايه يعني ازاي يشوف بنته تعبنة كده وقصة ما عملها شهادة ميلاد يعني ده دي كرس وازاي يكون شايفة كده حتى العلاج الطبيعي يستخسروا فيها يعني هو فيه كده هو ده انا بسميه مجرم ده ابنه يبقى عاطفي وخايف عليهم هو ابا سميه مجرم مع صاحبك الاسر والتراصل ده اصد اه اصد لان هو بان هي معاه فلوس بيصرفها على ملازات وانه ما صرفهاش على الشيء الضروري بتاعك وانتو وده ما موجود برضه كتير على فكرة مش شرط يكون حتى بنفس قصتنا دي انما موجود الزوج اللي الحاجة اللي هي بيعملها غلط او حتى رفاهية هي بالنسبة له اهم من الضرورة بتاعت ابنه او بنته او مراته حتى لو مش مخلف كتير ممكن يكون مخلف واحد او اتنين ولكن الضرورة بتاعتك انت مش مهمة انما الرفاهية بتاعتي انا والشيء التافي بتاعي انا هو ده الاهم مني فتقولك ده بيصرف على نفسه كويس قوي ولكن ما بصرفش عني احنا في البيت الحاجات اللي احنا بنطلوبها منه ازاي يعني ازاي ابا يعمل كافة عيالي شرطي بعيز عيالك دول يبقى احسن حاجة في الدنيا يقولك الحاجة الوحيدة تتمنى البناذب الوحيد تتمنى انه يبقى احسن منك يبقى ابنك او بنت ازاي ده اصحاب العقل السليم واصحاب العقل الواعي ده واحد حصلا مغيب اللي هو بشرابه فحضرتك هتتكلمي على حد مغيب تقوليه لو تعالى نتكلم من منطق الاشياء ازاي ما بنشوف جرائم في المجتمع وبنشوف اشكال انه بتعامل ايه فاحنا بنكلمها بايه بعقلنا الواعي اللي هو شايف ان ده غلط وده صح انما هو اصلا ساعات ما عمل الحاجات دي بيعملها وهو عقله مش موجود معايا مفيش العقل اللي احنا بنتكلم بيه مفيش المنطق اللي احنا بتمنطق بيه الامور هو معاملوش الامور بنفس هزا المنطق اللي احنا شايفين هو عنده اللي انا شايفه اه انا اشرب بالتاع ده عشان بقى كويس ما حستش في قصة ماروان هي مهولة شوية في الاحديث يعني في ام بتاخد من بنتها فلوس هي بتجمعها عشان علاجها اه طبعا لان هي تعودت على كده هي تعودت متعودتش على العطاء يعني هي مش بتهول بتقول الحقيقة بتقول الحقيقة في العصر ده لو كانت قالت الكلام ده زمان الامهات كانوا مختلفين النهاردة يعني فيه طبعا بنا ابتدين نشوف امهات وهو ابهات بالوضع ده عايزة تاخد من ولدها عايزة ما يهمهاش غير مصلعات ما هي البيئة بقى البيئة المحيطة بيها هي كلها عايشة بهذا المنظر طب ليه ام تاخد من بنتها الفلوس ويه بالجماع هتعم بيها ايه مش حاس ما عندهاش الاحساس بتعب بنتها حاسة بنفسها برضو بتفكر في نفسها بس بتقول ليه ممكن مش مهم ما خليها عايشة مكملة كده بتعبها يا كده كده مكملة انما احنا محتاجين مثلا اكل محتاجين مش عاكل ما هو برضو ما عنده مش اساسيات الحياة فهي شايفة اللي هي بتعمله ده هي بقى رفاهان هي تتعالج ما هي كده احنا محتاجين الاكل اولى طب شمعنا اختها ما طلعتش زيهم كده يعني ازاي واحدة سليمة في بيئة زي دي شمعنا انا قلت الحراكة هما دول الاستثناء استثناء المعاناة اللي هما شافوها طلعتهم انه هما اصلا يعني عندهم حاجة مختلفة انا عانيت فانا شفت ان المعاناة دي بسبب كذا وكذا فانا مش عايزة ان انا يعني ايه ان انا اتعامل بقى مش عايزة شوف اختي بتعاني كفاية انا اقولك انه ممكن نقول انه مقولة فاقد الشيء يعطيه او لا يعطيه انه فاقد الشيء يعطيه دي سليمة انا موافق جدا على فاقد الشيء بالنسبة الاخلاقيات يعني مثلا نقولنة الاخلاقيات فاقد الشيء او بالنسبة للتربية اللي احنا شايفينها دي لا فاقد الحنان ممكن اكتر واحد يدي حنان فاقد العقف اة ممكن اكتر واحد الحنية هيجبها منين أحيانا يبقى هو عايز يديها لأنه هو أصلا معاش هاش فنفسه أنه هو يعايش فيها أولاده نفسه أنه هو يعمل لهم حاجة غير اللي هو تربع عليه ففي ناس بتفكر بهذا المنطق اللي هما بقى ابتدت البيئة بتاعتهم تخرج بالنطاق الأسرة ابتدأ يقرأ ابتدأ يتكلم مع ناس يبقى بيقعد مع ناس مثلا عندهم ثقافة معينة فالمفهوم الزيتي بتاعه اختلف والبيئة بتاعته اصبحت مختلفة عن جو الأسرة المقفول بس أنا شايفة حاجة با في القصة احنا صنفنا أنه رجالة بتاعت في البيت والستات بتشتغل فالستات بتبقى شايفة بعض المغلوبين على أمرهم أو مش بيساعدوا بعض بس أنا عندي هنا القاعدة ما مشيتش زي ما هي يعني قلنا أنه أمه ماروة بتاخد منها الفلوس أختها مش كده اش معنى في حد احناين وحد لا يعني رجالة كلها في القصة احنا ما صنفناهم كلهم شبه بعض فيش حد فيهم خلف توقعاتنا شمعنى بقى أختها خلفت توقعاتنا مش زي ما ميتها معنى زي بقول حركة هي بقى ممكن يعني اكتسبوا بعض الأشياء من خارج نطاق الأسرة احنا لما نيجي ندرس الحالات دي منلاقي انه هو في عندنا سمات شخصية في عندنا جينات في عندنا بيئة محيطة فهم اكتسبوا ممكن من البيئة بتاعتهم مش جوه الأسرة بس بيئتهم خارج فيه صديقات فيه ناس شافوهم بيئة حق يتعامل زي في بيئة معينة شافوا الأب والأم مثلا فأصدقائهم فجرانهم فخرجوا خارج هذا النطاق البقية انتقوا وقعوا في النطاق ده فشافوا شافوا ده وبتروا هما بيقلدوا الحاجة اللي هما شافوها ودائما بتتعامل الدراسات كلها يا أستاذ سالي على هذه المواضيع من قديم الأزل هل الإنسان الصفات بتاعته بتيجي من ايه؟ بتيجي من هو بيتولد بيها ولا بتيجي من البيئة ولا بتيجي أكتر؟ احنا بنهادي بعض بالحاجات دي؟ آه طبعا ببيئة ان احنا عايشنا بيها فاحنا بنعمل نفس الحاجات اللي مع بعض يعني تلاقي منطقة شعبية كلهم شبه بعض وممكن حتى ما يكونوش مشين بالدين يعني حتى لو احنا هنطلع الدين بره تلاقي انه في عرف مثلا ماشي في المدينة دي غير لدي تلاقي انه في عدد وتقاليد اوعى تعامل مش عارف ايه لما تروحي للناس دي لازم تسلمي يعني بتعملي كذا وكذا وكذا عشان يقولوا عليك ان انت بنت اصل ومؤدبة ومحترمة تروح بالتاني او منطقة تانية تلاقي انه مفيش كده يعني هم كل كل بتحسون انه ايه زي لو انا هسألهم حتى قبائل انه كل قبائل بتباشرها بعض بيتعيدوا من بعض نقول انه هم فئات فئات في العمل فئات مثلا بيعملوا في عمل معين تلاقيهم كلهم مثلا بيشتغلوا ساعة واحدة دورة او ساعة اتنين طب انت ليه عم تفتح هم كلهم اتوارسوا مع بعض هذا الفكر مع انه وفتحت بدري برضو هجيلك مثلا زيان خلاص تلاقي فئة معينة بتفتح كده فئة معينة انا مش عايز اسكر الفئات عشان ما ندايقش حد بس فئات معينة يقولك ايه ويشتغل اول ما يبقى معا فلوس ما يجيش الشغل تلاقيهم بيعملوا كده كلهم زي بعض يجي يبتدي يتلكك وبتدي يقول انا مش فاض مع انه لو راح هيشتغل او منروح الشغل كلنا كل يوم ولما ما منروحش بتخصم لا دول فئة معينة تروح اول ما ياخد قرشين يروح يجيب كباب وكفتة او يجيب السجار مش عارف عاملة ازاي يعايش اخل عيشة يومين وما يروحش الشغل وبعد انت خلاص فلوس ويبتدي يروح تاني فهم فئات بيعدوا بعض بالافكار دي كلها بيطول النهار انا بسمع نفس الفكر عمالي يتردد قدامي لحد ما بقى حقيقة ساعات حتى الكتبة لما بنسمعها كتير بقدر نسدها طب ازاي مروحة دي تقدر تسامح بابها يعني المطلوب احنا لازم هنقول لها تسامح لانه ما ينفعش نقول رأي تاني او ضمرنا مش هسمحنا نقول رأي تاني اه طبعا اه طبعا نقول لها تالتة مثل العذر انه هو عنده جهل انا هنقول بس هو انه هي تالتة مثل معنا بيدور حضرتك يعني انا اولا احيك جدا ان حضرتك بتقولي انا لو قلت لها تسامح بس مش هتسامح فانا عايز اخلق لها دافع معين اه اخليها تقدر من خلاله وده حاجة جميلة جدا حرك زكرتيا لان ده اتعى كيفية التعامل مع العقل الباطل انا بتعامل مع عقلي ده عشان نعرف ان انا يفضل مسيطر معي او هو اللي بيسيطر علي فاحنا هنا بنخلق له الدافع ايه الدافع اللي احنا نقدر نخلقه له ان احنا نقول ان هذا الرجل هو جاهل ما يعرفش او ان نقدر نقول عليه انه هو برضو ثقافته وبيقته اللي هو تربى فيها ممكن هو تربى بهذا الشكل فنقول لها معلش هو لو كان عنده ادراق اكتر من كده كان يا مروه هيتعامل معاك افضل من كده وكان هيحبك اكتر ممكنش هيعمل كل اللي هو عامل ده سيف نفس الوقت شايفة نموذج الام برضو عامل كده نموذج الام ده برضو هو من ضمن الامور نعمل ايه نقول لها معلش سامحي وهم برضو اهلك وهم ده البيئة اللي هم تولدوا فيها ومعلش انت في الاخر وفي الاول انت الكويس ان ربنا انعم عليك بان انت وعي وبان انت عندك التفكير ده واحييك ان انت عرفت من خلال هذه البيئة تطلعي بهذا الفكر وتطلعي بهذه العطفة انت واختك تحديدا اللي احنا استسنناكوا من البيئة دي فهنقول زي ما حرك قلت انا مع عمري ما هقول لحد ما تسمحش وحرك مع عمرك ما تقول لحد ما تسمحش ولكن اخلق ده فعلا نفسك بانه هم يعني هسألك سؤالي يا دكتور بورا منهج بساعة تفكر فيه كده وانا ماريت القصة كذا مرة فيه دكتور يقبل انه بنتي تقعد تجمع وتعمل جمعيات وهو في ايده انه هو يعملها لها كده ابو ولا دكتور دكتور بقى وانا بقى لك سؤال برا المنهج خارج اه برا المنهج ايه المجتمع اللي بقينا في ده ايه ده بنتي جمعت صغيرة ويتيمة الاب وعندها 15 اخ واخته وانت عرفت القصة دي وانت بتجمع عشان تعمل عملية تقدر تمشي زي اللي بيمشي هو اقل حق اليها في الدنيا انه تتمتع بصحة كويسة هو انت قلت لها عايز 60 الف جنيه جمعت 40 وفيه كده واستبس تاني انه يكمل بقين للأسف احنا احنا احيانا بنشوف هذه الحاجة الامور واحنا بنقول ان احنا يعني برضو مش كل حاجة منتظرنها بالفلوس بالزبط ما هي اما بالناس بتعمل حاجات خيرية وبنعمل حاجات لله وبنعمل حاجات ما بننتظرش عليها اجل والناس اللي بيروحوا في امان كتير وقولوا انا معيش روس وقولوا اعمل لك الحاجة الفلانية انا ما بيناش بنرحم بعض انا عايزة تفسير منطقي وعقلاني ويرضيني يمكن الطبيب اللي هي لجأت له بهذا الفكر ولكن فيه دكاترة تانين اكيد عندهم الرحمة في قلوبهم ويمكن ما تقابلتش معهم انما لا اكيد فيه كده وفيه كده هي تعاملت مع شخصية معينة يمكن وهو شايف ان الفلوس هي بالنسبة له هي الاساس انا مش هعد اقول لكل واحدة هيقولك انا مش فتح حسابية كل واحدة تيجي تقولي انا بقى شغل اضياعه مش عارف ازاي وفيه ناس تانية دكاترة بيعمل الكشف بتاعه للفقراء مجانا وبيعمل بيروح اماكن فيها امور مجانية بيعملها كتير وبيعمل بنشوف ده وبنشوف ده لازم نقبل شوفنا فانا ايوة على السوشال ميديا دكتور الغلابة وكان فيه كذا قصة ودكتور يعدي بالصدفة ويعالج ويعمل بس انا عايز اعرف هو مروه هي اللي بتجلب حواليها الناس دي يعني ودايما نيجي اقولك انت بتجلب الطاقة المش عارف ايه ده الكلام ده حقيقي انا ممكن اجلب طاقة اتحد طبعا احيانا بنجلب هزيه الطاقة يعني طول ما انت ماشي وستلاقي مثلا حد يحك عليك فتلاقي اللي حوالي كلهم بتحكوا عليك هل فيه الكلام ده اكيد ده بجد اه لا بجد لان ده يعني هنتكلم انا مش عايز اتكلم عن علوم الطاقة والكلام ده كله دي انا حاجة انا مش متخصص فيه ولكن هو فكرنا احيانا كتير جدا هو اللي بيمشينا بيودينا ناحية طريق معين من قطر ما احنا بنفكر فيه من قطر ما احنا خلاص بادالة طبيعي بتاعنا فهنلاقي ولا لما بنخاف من حاجة بتحصل لنا زي ما لك اللي خاف من عفريدي يطلع له بجد انا خايفة ان الرجالة ببص علي وانا ماشي او ان حد يعاكس او يقول كلمة او يتحرش فده ممكن يحصل ده بجد الطاقة دي انا بجلبها اه طبعا حتى لما بنيجي نقول نتجوز بقول لحد ما تروحش تقول انا مش عايز الصفة الفرانية لانك هتلاقيها يقول لك انا عايب ابتلى دي معروفة او تقول لحد مثلا ايه اللي انت بتعمله وتلاقي نفسك بتعمله ده بجد طبعا وحدك انت يعني دي طاقة ولا دي كارما ولا دي ايه ولا دي سبحانك يا رب يعني بيبتلينا بي ده بيبقى ايه لا هو زي ما حدك قلت هو انت بتجلب حواليك لان انت بتكسير التفكير في هذا الامر في عقلك البطن ده كأنه شخص تاني معاك عشان كده مثلا لو انا مثلا مهتم بجانب معين مهتم بجانب الارشاد الاسري مثلا وقاعد في مواصلة من مواصلة وحرك قاعد جنبي اعلان هيمر احنا اللي اتنين هنشوفه انا هنتبه وحركه وش هتنتبه دي لان انا مثلا حرك مش مهتمة وانا اللي مهتمة او العكس فهتلاقي ايه ده اه ده فيه كأنه بيجلب لي موبايل اللي انا عايز اشتريه هبصة لقي ناس كتيرة جدا مسك الموبايل ده 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 فعلا لان انا حتى اسمعتها قبل كده من موزيع شهير جدا كابيقولك انا لما قررت ابقى موزيع حتى وانا باكل ساندويتش الفول والطعمية وانا واقف على العربية كنت تقرأ اللي مكتوب في وراء الجرائد اللي ملفوف بيه الساندويتش عشان لازم ابقى ملم بكل المواضيع ففعلا اه طبعا حداك هتلاقي نفسك بتتحرك طبعا الفكر اللي حداك بتشوفي فزي ما اقول حداك حداك كل ناس انا هبقى قاعد حداك انت عايز تشتري الموبايل ده فانت هتشوفي كتير وانا هبقى قاعد جنب حضرتك مش هشوفه بنفسها زي القاتر ليه بقى وكأن كل ما هتشوفي الموبايل ده فاكن عقلك الباطن ده معاك واحد بقولك بصي ده الولاي اللي هناك ده مسكو بص ده فيه واحد محطوط على الترابيزة دي فاهمها بقى كتير يعني ده بقى العقل باطن زي ما مر وقالت في قصتها انا سألت حرك السؤال ده لي عشان اسألك بقى اللي هو اخر حاجة ختمت بيها مرة بتقولك انا مليش حظ لو انا عادتقول انا مليش حظ انا مليش حظ فعلا مش يبقى دي حظ اتفاقلوا بالخير تجدوه طبعا طبعا انا هتفاقل بالخير ازاي هلاقيه ما عملش حاجة انا عقلي الباطن زي ما مثلا يجي يقولك وقت ما تتخنقوا وبعدوا اي قلات حادة لانه ممكن الشيطان يخليكوا غصبا عنك ولو انت عندكوا افكار انه انت عايز تنتحر او عايز تنموت اللي قدامك انت ممكن تعمل دي حاجة تانية ايه دي بقى دي اننا لما بيكون عندي الغضب مرتفع اي حاجة فيها عاطفة من ضمنها الغضب ده بنعتبره من انواع العاطف انه هو عاطفة لما العاطفة بترتفع العقل المنطقي ما بيعرفش يشتغل ما بيعرفش يقوللي اللي انت بتعمله ده غلط ولا صح طب بيجيب الفكر منين ليه لما ارتفعت العاطفة فانا مسكت الحاجة دي خبطت بيها الشخص القدامي بيجيبها من المغزن اللي متخزن جوايا الافكار اللي موجودة عندي ما بيجيبش بقى ايه انت هيحصل لك كذلك يعني هي لما تقول هنتحر هنتحر ممكن في يوم الايام من كتر ما هي غضبانة تمسك حاجة وتموت نفسها طبعا وقت الغضب مش هتفكر بالمنطق اللي هي بتفكر فيه في الوقت العادي فهتروح تعمل الحاجة هتروح تدور في المغزن بالمغزن بتاعت والله انا اعرف بنت يا دكتر قعدت مرة وكتب رضو كل شوية ما تقول اهلي مش كويسين اهلي مش كويسين كانت جاي عشان تسعيدنا في البيت ومكنش لسه عرفها من مرة يعني شفناها وقالت لي انا هاجي الاسبوع الجاي مش هارفين بتتخانق مع علا مسكت اللي هو الجاز بابور الجاز اللي بيرو عليه ده وعادت تفضي على نفسها وتفضي على نفسها جاز بعدها رحت مولعة في نفسها بجد درجة نها روحت لها في المستشفى سعيتها وشفتها وماتت عشان هي كتتحطى في دماغها كده كتتحطى ايه اللي حصل بقى اما حزنة قوي ده تسميها عاطفة اما اصلا غضبة قوي يا اما اتصدمت قوي حصل لها حاجة من ضمن العاطفة فهي في الاخر عملت شيء مش منطقي نهاية تعمل واحد يروح مسك ضرب واحد بعد ما يفوق شوية يقول لي انا ليه عملت كده انا ريتني ما كنت ضربت لان هو ساعتها ساعة الغضب عشان نسيطر على الغضب ده لازم علاجة احنا قلنا ازاي انها تخليها ان هي تتسامح بابوها وقلنا لازم نسيطر على عقل بباطن ويتشتغل على نفسها في الموضوع ده وتسامح عشان هي ترتاح ازاي بقى اخليها تشيل من دماغها بقى ودي اخر حاجة يختم بحر يعني بيها مع حضرتك انه تشيل من دماغها انه انا حظي وحش انا لازم اموت وانا ريه ناس كلها وحشة معايا وانا ريه دائما بيدحك علي بنشيلها ازاي بتشيلها بان هي يعني انا هي صحيح لها تمنينك فانا مش هي ممكن ما تعرفش تنم يعني حرك اختصرها لي انه قولي عشان حتى لو حد في البيت قاعد معنا ومش مقتدر انه هو يروح لدكتور يبقى استفاد من الحلقة معنا طيب اي حاجة عايز تبطلها اي فكرة عايز تبطلها او اي تصرف او عادة عايز تبطلها من ضمن الحاجات اللي هتساعدك يعني مش هنقول هي الاساسية ولكن اللي هتساعدك على تبطلها ان انت تكتب تكتب او تفكر في ثلاث او خمس سلبيات لتواصلك مع هذه الفكرة وثلاث لخمس ايجابيات لو بطلت هذه الفكرة وتبدأ ترددهم داخل زهنك اول ما تصحى الصبح وبالليل كأنك بتديهم وركل عليك البطل منتنين وتصحى الصبح تردد هذا الكلام برضو بتركيز مع الوقت وهو بيبتدي يستجيب ان انت عمل تقول انا لو فضلت اقول ان انا حظي وحش فانا في الاخر مش هتحسن فانا في الاخر ممكن اموت نفسي فانا في الاخر دي كده الايجابي السلبيات انا لو قلت ان حظي كويس وحظي حلو انا هم اديها هقول التبريد هتقول لنفسك ان انت في الاخر هتلاقي نفسك حياتك افضل ممكن لسه في امل في حياتك ممكن تقابلي الحد الكويس تبتدي تقول لنفسها الحاجات اللي ممكن تقنع بها نفسها بهذا الامر وترددها لنفسها طول الوقت باستمرار زي ما احنا قلنا بالليل خاصة بالليل قبل ما تنام وبالنهار اول ما تصحى وممكن على مدار اليوم مع الوقت وكأني انا بشيل الافكار بقى من دماغي وبغرس قدامها بقول للعالي ده اللي هو كأنه واحد تاني معايا خلي بالك ما تعملش كذا 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 عشان ده مضر والحاجة كذا 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 دي اللي مفيد بتقدردد هذا الامر لفترة مع طبعا زي ما قلت حدك هي حاجة مساعدة وكويسة جدا ان انا قدر اقول عشان نقدر ننزع الافكار السلبية وخط مكانها افكار ايجابية يعني ان العقل الباطن بيتحكم فينا بنسبة كبيرة جدا اه طبعا وكأنه هو المغزن انا لو قلت حدك حدك المغزن بتاعي محطوط فيه طراب الزوات وقلت حدك خشي مسلا جوا هاتي اباجورة تقوليه مفيش غير الطراب الزوات لان انا حطت فيه كده فعلى حسب انا حطت ايه انا حطت افكار معينة هي دي اللي هتطلع وقت الغضب ووقت وعلى فكرة برضو وقت السعادة ووقت الزهب دي كلها من ضمن العواطف ووقت الملل دي كلها اللي بتطلع بقى ده عند الدكتور اذهق اروح ماشي بعد ما روح طب انا كنت استنيت خمس دقاي من الزهق خلاني ما فكرش منطقة ما انت اعلم بقى لك ثلاث ساعات كنت استنيت العشر دايق دول اه انا عملت حاجة غلط فيبدأ ان هو ما يفكرش بالمنطق اروح متعصب اروح ما ادي استقالة للمدير طب اتفضل طب انت انت فكرت لو لا تغضب لا تغضب لا تغضب ايه لا تغضب لا تغضب انا بشكرك ونورتيني مرسي جدا يا دكتور